جدد جلالة الملك عبدالله الثاني على ضرورة تكثيف الجهود وتنسيق المواقف العربية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في الحفاظ على حقوقهم التاريخية والقانونية ودعم مسعيهم الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وجدد جلالته خلال استقباله الوفد الوزاري العربي المصغر المنوطة به متابعة تداعيات القرار الأمريكي للتأكيد على أن الأردن ومن منطلق الويصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس سيبذل كل الجهود لتحمل مسؤولياته الدينية والتاريخية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريفة